بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الفرقة التالتة كلية التجارة جامعة بنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل ان شاء الله النهاردة او في المحاضرة دي اه ما استعرضناها قبل كده او استكمالا للمحاضرات الخاصة بادرة الموارد البشرية استراتيجيات او استراتيجية ادارة للنواهب هنكمل اه النهاردة الفصل الخامس والمحاضرة الاخيرة في اه المتعلقة باستقطاب الموارد البشرية استقطاب الموارد البشرية اه وظيفة مهمة جدا الحقيقة من وظايف ادارة الموارد البشرية وبتتكامل زي ما قلنا مع باقي الوظائف اللي تكلمنا عنها في محاضرات سابقة اه فيما يتعلق بي اه تخطيط تصميم العمل او تخطيط تصميم الوظائف وتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتعرف على المطلوب والمعروض من الموارد البشرية سواء جوة المنظمة او خارج اه المنظمة الاستقطاب هنا بيبقى دوره او بيتعلق بجذب وبناء مجموعة من المهارات الجديدة او المهارات المطلوبة لشكل وظائف او وظائف شاغرة محددة جوة المنظمة الاستقطاب مهم جدا انه يوفر لي المتطلبات اللي انا دورت عليها او حددتها في الوظائف السابقة من اه تحديد الاحتياجات المطلوبة او الاحتياجات احتياجات المنظمة من الموارد البشرية الحقيقة اللي بيقوم على الوظيفة دي او القائم عليها هو بنسميه المستقطب سواء كان هو مدير الموارد البشرية او من خلال جهات او وكالات متخصصة في عمليات الاستقطاب والمستقطب هنا هو الشخص القائم على جذب اه المهارات والاعداد المطلوبة من اه الموارد البشرية اللازمة لشغل الوظائف المتاحة جوة المنظمة زي ما قلنا الاستقطاب وظيفة مهمة جدا وبيتعمل مع باقي الوظائف اللي تمت في مراحل قبل كده يعني ببني اه عملية الاستقطاب بتبنى على ما تم انجازه من تخطيط الموارد البشرية فيما يتعلق بالاعداد والانواع المطلوبة من الموارد البشرية وكذلك متطلبات واعباء الوظيفة وده موجودة في تخطيط وتصميم الوظائف ودول تطرقنا لهم في اه محاضرات سابقة وبنيجي هنا لجزء مهم جدا من او من المفاهيم المتعلقة بالاستقطاب وهو الاستقطاب الاستراتيجي زي ما قلنا ان وظيفة الاستقطاب ما هيش بتتم بمعزل عن باقي الوظائف اللي قمنا بها سواء فيما يتعلق بتحليل وتصميم الوظائف او باعداد او وصف الوظيفة او بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وده تطرقنا له في اه محاضرة اه سابقة جزء مهم جدا التكامل ما بين الوظائف يعني ما نقوم به في وظيفة او اللي احنا بنعمله في وظيفة معينة اكيد بنبني عليه في وظائف وهي مهام ومسئوليات اه تاني وهنا نقطة التكامل ده هي مهمة جدا ولازم نرعيها في ادارة الموارد البشرية طيب الاستقطاب الاستراتيجي هنا بيساعدني ان يكون فيه تكامل دايما ما بين تخطيط الموارد البشرية او الاستراتيجيات بتاعت ادارة الموارد البشرية ومن ثم استراتيجيات المنظمة ككل وعملية الاستقطاب والاختيار وجذب اه عدد عدد ومواصفات مهمة جدا لشغل الوظيفة الحالية او الوظيفة اللي انا الشغيرة زي ما بيقوله اللي انا عايز اه ابدأ اعين فيها اه ناس او موظفين مؤهلين بالخبرات والمواصفات اللي تم تحديدها في الجوب ديسكريبشن او في تخطيط او في تحليل الوظيفة الهدف من الاستقطاب هنا زي ما قلنا ان احنا نبدأ نوصل او زي ما بنقول بالبلدي كده نحط الشخص المناسب في المكان المناسب طيب انا عايز اختار الناس اللي هم مؤهلين وتتوافق اه مؤهلاتهم وخصائصهم و اه متطلبات شغل الوظيفة فيهم او تتوفر متطلبات شغل الوظيفة فيهم اه كل ما زاد لازم نقول ان كل ما زاد عدد الطلبات طبعا انا هنا عشان اجد عدد من الناس المؤهلين اه سواء بقى بطرق مختلفة من خلال مثلا اعلان او من خلال استقطاب الكتروني زي ما هنشوف اه قبل كده سواء كانوا من جوة او من بره يهميني ان انا اه باخد الناس المتقدمين لشغل الوظيفة ونبدأ نفرز ونطق وندور على افضل المؤهلات اللي موجودة او افضل اشخاص متاحين لشغل الوظيفة وفقا لمتطلبات الوظيفة دي طيب اه الفارز ما بين الناس واستبعاد مرشحين ده بيبقى عملية طبعا بيتقدم عدد من المرشحين وبنبدأ ان احنا نعمل فارز ليهم ونعمل ماتشنج او نقارن ما بين المؤهلات والخصائص بتاعتهم وما تم بناءا على مقابلات اه شخصية وما الى زلك والاجراءات اللي كنا اه تكلمنا فيها في محاضرة قبل كده ونبدأ نصفيهم وندخل على اه ازاي اه نعمل الماتشنج ده او دراسة الطلبات دي وطبعا بيكون فيها عملية تستدرك وقت وجهده وعايزة اه تركيز جامد عشان نشوف مين اللي هنقدر نرفضهم ومين اللي هنحطهم على او قايمة انتظار ومين اللي هنختارهم كشريحة اولى لو بدأنا انصم اي وبي وسي حيس ان الشريحة الاي هو ده اللي انا هاخده عندي البي ده ممكن احطه على او محتمل لو حد من الاي او من الشريحة اللي فاتت ما جاش اه او يعني ما ماكملش الاجراءات وبالتالي ببدأ اخد من اللي عندي والسي ده اللي هو المرفوض اه لان الخصائص بتاعته او المواصفات بتاعته او متطلبات شغل الوظيفة غير متوفرة فيه ايه العوامل اللي ممكن تأثر في عملية الاستقطاب؟ طبعا فيه فيه عوامل بتحدد اه الممارسات اللي ممكن تقوم بها اه المنظمة او مدير المواد البشرية في عملية الاستقطاب. طبعا عملية الاستقطاب هنا بتختلف من المنظمة للتانية ومدى بتاعها او مدى ممارسة عملية الاستقطاب ففيه منظمات ما بتستقطبشها لكل فترات كبيرة وفيه منظمات اه محتاجة ان هي تعاين الناس بشكل كبير وده بيحقق او بيتوقف على اه فكرة معدل دوران العمالة. يعني هل المنظمة دي جاذبة للعمالة والناس عايزة تشتغل فيها او هي طاردة وان الناس اللي بتيجي ما بتقعدش فترات كبيرة اه سواء بقى من ناحية اه الاجور او ظروف العمل او اه المزايا اللي بتوفرها اه ليهم المنظمة. وبالتالي فان هناك مجموعة من المعوقات بتاعوق جهود المنظمة في عملية الاستقطاب. منها الصورة الزهنية عن المنظمة او الانطبعات اللي واخدها الناس عن المنظمة دي. اه جاذبية الوظيفة نفسها. السياسات التنظيمية الداخلية او السياسات المتبعة جهو المنظمة دي. تأثير الحكومة او السياسات الحكومية وتكاليف الاستقطاب. خلونا نشوف العوامل دي او المعوقات دي بشيء من التفصيل. اول حاجة اه صورة الزهنية عن المنظمة او سمعة المنظمة. اكيد طبعا وانت بتدور او اي شخص بيدور على وظيفة بيهمه سمعة وشهرة المنظمة اللي هو هيعمل فيها. وكل ما بتكون اه بتعمل في منظمة على سمعة جيدة وليها او مشهورة بال زي ما بنقول. طبعا ده بيكون جزء مهم جدا ان المرشح المحتمل او الشخص ده بيدور اه على منظمة تكون معروفة. وبالتالي ان هم مش ما بقاش مهتم لو كانت المنظمة دي مسلا سيئة السمعة او غير جاذبة او مش معروفة فبالتالي بيبقى الجزء من تقييمه ان انا لأ مش هعمل في او مش هشتغل في الشركة دي. الجزء مهم جدا هو او العنصر التاني هو جاذبية الوظيفة نفسها. اه قد يكون بعض الناس من ضمن احتياجاتهم انه بدور على شغل وظيفة تكون طبعا مرموقة ووظيفة زي ما بنقول بالبلد كده لها مستقبل. وبالتالي هنا الاهتمام بينصب على ان تكون الوظيفة جاذبة كويسة. مرضية تحقق تطلعاته واحلامه زي ما بنقول. اه لما بتتوفر الجزء ده بيبقى الشخص منصب اكتر او مهتم اكتر ان هو يتوجه او اه يتقدم للوظيفة دي. ايضا من ضمن العوامل هي السياسات المتبعة جوه المنظمة او السياسات التنظيمية الداخلية. وبالتالي انا اه لما ببدأ اشوف السياسات اللي جوه او سياسات التعيين والمتطلبات المطلوبة والاجراءات لو كانت معقدة او بتتطلب اجراءات تفوق اه اه تطلعات الناس او امكانياتهم وقدراتهم ده بياثر على العدد والنوعية المتقدمة لشغل اه الوظيفة دي. ايضا جزء مهم جدا هو التأثير الحكومي او السياسات الحكومية. فطبعا اكيد الحكومة بتحط بعض القوانين او اللوائح ودي اه جزء مهم في عملية الاستقطاب. اه وبالتالي هنا بالرعي بقى تكافؤ الفرص والتنوع الثقافي ومراعاة القوانين وان احنا ما نخلفش اللوائح والقوانين في عملية الاستقطاب. واحيانا ان الحكومة بتنزل اه او بتصدر قوانين معينة بتعلقة بتاعين مسلا معينة من العمالة من فئة معينة سواء كانت سيدات او رجال في وظائف معينة او من ذوي الاحتياجات الخاصة او ما الى ذلك فبالتالي اه اللوائح دي بتأثر على عملية الاستقطاب في اه نوعيات معينة من الوظائف. ايضا عامل مهم جدا من معوقات الاستقطاب هو التكلفة. جهود الاستقطاب وعملية الاستقطاب او موديل الموارد البشرية في عملية الاستقطاب هي بترتب تكاليف. اه قد تكون او تختلف طبعا التكاليف من المنظمة التانية. في منظمات ممكن تكون التكلفة مرتفعة او تكلفة الاستقطاب مرتفعة فيها جدا. في منظمات تكون تكلفة الاستقطاب اه منخفضة جدا على الرغم ان في النقطة دي تحديدا ان عملية الاستقطاب الالكتروني قللت بشكل كبير من التكاليف. والمنظمة عموما بتدور ان هي ازاي تخفض او تعمل عملية الاستقطاب باقل قدر ممكن من التكاليف لان ده بشكل اه عبق عليها. طب تكاليف الاستقطاب عبارة عن ايه? تكاليف بقى لو انا هعمل مقابلات لو انا هعمل استمارات لو انا سواء كانت استمارات ورقية او هعمل اه نمازج معينة للاستقطاب اه او كانت استمارة على الانترنت او تخصيص ما يبعى الانترنت لو انا بتكلم عن استقطاب الالكتروني يعني. اه ده كله بيدخل ضمن التكاليف واحيانا في بعض المنظمات ان انا بعمل الانتروفيوهات فبوفر اه تكاليف معينة للوسائل الراحة او للجلوس في اماكن المعينة او سواء ممكن عملها خارج مقر المنظمة فده بيرتب تكاليف لاجار المكان اه احيانا بعض المنظمات بتعملها في فنادق فده بيتطلب او في اماكن معينة فده بيتطلب اه انواع معينة من التكلفة ودي لازم نراعيها جدا اه في عملية الاستقطاب. مجالات الاستقطاب. المنظمة هنا اه لازم تراعي مجموعة من العوامل وانا ده هستقطب اه مورد بشري. هنا قدامي تلات مجالات للاستقطاب. اه اولا سياسات الافراد او السياسات المتابعة جوه المنظمة. ثانيا مصادر الاستقطاب. ايه المصادر اللي انا ممكن اجيب منها الناس. ثالثا خصائص ومواصفات الافراد اللي هما القائمين على العملية الاستقطاب. ودي ايه? بتأثر في اه استقطاب وجذب الموارد البشرية للعمل في المنظمة. اول حاجة سياسات الافراد او سياسات الموظفين او سياسات المتبع او سياسات الموارد البشرية في المنظمة. ودي اه بتأثر في كيفية ممارسة اعباء ادارة الموارد البشرية. اه وكيفية اه ملء الوظائف الشغيرة او الطريقة المتبعة سواء بقى احنا هنعين من الداخل او هنعين من الخارج زي ما بنقول كده ودي بتأثر على طبيعة الوظائف الشغيرة وحجم ومواصفات الناس اللي متقدمة لشغل الوظائف النقطة التانية هي مصادر الاستقطاب مصادر الاستقطاب زي ما بنقوله لسه متكلمين من شوية هل المنظمة في قراراتها في بحثها عن مكان الناس او مصدر الناس اللي هنجيب او المصادر اللي هنجيب منها الناس المتقدمين لشغل الوظائف هل هتكون من خلال بحث داخلي او من خلال جوه المنظمة الموظفين الحاليين من جوه او ان انا هستقطب خارجي من خارج المنظمة بقى بما فيها وقع العمل او من خارج الجامعات او من خلال هيئات متخصصة او وكالات متخصصة او من خلال استقطاب الالكتروني فالمصدر هنا جزء مهم جدا اقدر احدد منه المورد البشري او العنصر اللي انا هجيبه احطه في الوظيفة الشاجرة خلونا نتكلم الاول عن المصادر الداخلية زي ما بنقول كده اول حاجة اللي هي مصادر الاستقطاب المصادر دي ممكن تكون داخلية يعني ممكن استقطب من جوه المنظمة اه مش محتاجة جيب ناس من برا وده بيبقى في بعض الاحيان انا عايز اه على سبيل المثال ان انا اه في وظيفة من الوظائف القيادات او من الوظائف الادارية العليا اه بحاول ان انا اعمل لها اه اعلان داخلي بيسمى باعلان داخلي واجيب من الناس اللي هم جوه المنظمة واللي طبعا اكيد بتتوفر فيهم مواصفات شغل الوظيفة اللي انا بدور عليها ودي النقطة الاولى اللي انا ببحث عنها يعني المنظمة اول حاجة تبدأ تدور فيه الاستقطاب الداخلي من جوه لو متوفر عندي حد جوه المنظمة متوفر فيه مواصفات وشروط شغل الوظيفة دي فاتسوكيه مفيش مشكلة ونجيد او نعين الراجل ده ايه المزايا بقى المترتبة على عملية الاستقطاب الداخلي اولا انا عارف الناس اللي موجودين عندي جوه المنظمة فبالتالي مش محتاج ان انا اعمل بقى بحث عنهم وادور عن معلومات عنهم واخد سي فيهات وما الى ذلك لا انا عارف الناس كويس اللي موجودين عندي وعارف سرتهم الذاتية وعارف مدى المامهم بالعمل وخبراتهم ان المتقدمين دايما بيبقوا معارفين الى حد ما الاجراءات المتابعة في المنظمة وبالتالي ان توقعاتهم هم عارفين هم مشغالين وعارفين ان وليهم انطبعات محددة عن المنظمة دي اه احيانا بيكون الاستقطاب الداخلي طبعا في كثير من الاحيان ارخص واسرع من الاستقطاب من خارج المنظمة انا مش هعمل اجراءات بقى وببدأ اختار انا من ضمن العدد ده ما يتوافق او ما يتوافر فيه او من يتوافر فيه شروط شغل الوظيف ايضا من ضمن المزايا ان اه الناس انا خلاص انا عارف الناس اللي موجودة عندي وهم يعني فيهم انتماء او بيتوافر لهم اه او بيتوافر عندهم انتماء للمنظمة دي وهم عارفينها فبالتالي من المهمة جدا انا اجيب ناس اه يعني عندهم صورة ذهنية زي ما كنا بنتكلم افضل عن المنظمة وعارفين هما بيعملوا ايه اه ايضا هنا بعزز علاقتي او علاقة الناس دول بالمنظمة بنشجع الناس الافراد المؤهلين والطموحين زي ما قلنا كده انت بيهمك في الوظيفة ان هي او زي ما بنقول في بعض الاحيان ان المساري الوظيفي بتاع الوظيفة يكون اه جذاب او الوظيفة نفسها جذبة وبالتالي انت بتتطلع لفرص او ما يتوفر من فرص ترقي ويعتبر ان انا بعين ناس او باستقطب من الداخل انا بنقله من وظيفة معينة لوظيفة اعلى او في كادر اعلى الاختيار الجيد اه هنا انا مش محتاج ان انا اه ادور على معلومات زي ما قلنا عن اداء الافراد وامش محتاج ان انا ابحث كتير فمتاخدش مني اه وقت ولا مجهود كبير بالمقارنة طبعا بعملية الاستقطاب الخارجي اه ايضا لو انا اه في الاستقطاب الخارجي انا لسه هجيب موظف فمحتاج ان انا اعمله تدريب او اه يعني اطلعه على مهام واعباء العمل الجديدة وده بيتطمن عمليات توجيه وتدريبه قد تترتب اه تكاليفة معينة لو انا محتاج حاجات متخصصة قوي فده طبعا اه من ضمن المزايا في عملية الاستقطاب الداخلي المصادر الخارجية بقى اه لو انا اه لم اجد المصدر اه الداخلي مناسب لاستيفاء متطلبات شغل الوظيفة دي في الحالة دي لأ انا هلجأ ليه مصادر خارجية يعني خارج المنظمة وفي بعض الاحيان ما بيبقاش متاح جوه المنظمة الناس بالخبرات والمهارات اللي الوظيفة دي محتاجها اه ومحتاج ان انا اجلب او اجذب ناس جديدة تشتغل اه جوه المنظمة اه زي ما قلنا للاستقطاب الداخلي راجم انه لو مزايا ايضا الاستقطاب الخارجي لو مزايا اه ان انا بقى طبعا باجذب ناس بفكر جديد بطرق عمل جديدة بخبرات ومهارات جديدة فده ممكن يدعم او بنقول كده عليه ان هو بنجدد دماء المنظمة احنا بنحاول نجيب افكار وناس شغالة بطرق جديدة وكان عندهم خبرات او لديهم مهارات معينة اه قد تفتقد المنظمة وجود هذه المهارات طيب مصادر الاستقطاب الخارجي بقى نجيب منين والله دول ممكن نقول المتقدمون مباشرة دول اللي بتقدموا الشغل الوظيفة ده بناء بقى زي ما كلنا بنقول على صمعة المنظمة والصورة الزهنية بتاعتها بتلاقي ان الناس على طول بيبعت من غير ما حد يقوله او انه يبقى بتزكية من حد اللي بنسميها الاحلاء ده واحد كان شغير يقول لك انا اه برشح لك فلان او الشخص المناسب وده شخص كويس بس الحتة دي احيانا بيبقى اه ممكن يوجد فيها نوع كده من المحسوبية او اه زي ما احنا بنقول كده تعيين الاقارب او حد اه لو سياسة المنظمة بتسمح بده مفيش مشكلة. ايضا من ضمن المصادر الاستقطاب الخارجي الاعلانات. ده طبعا جزء متعرف عليه ان احنا بنعمل اعلان عن وظيفة اه شاغرة. والاعلان عن الوظيفة الشاغرة زي ما قلنا كده جزء مهم جدا ان دايما الاستقطاب او اي وظيفة من وظيف ادارة الموارات البشرية هي مبنية على القيام بوظيف اخرى. يعني لو انا بعمل اعلان انا محتاج هعمل اعلان عن ايه? عن وظيفة. بمواصفات معينة. طب هجيبها منين? من خلال تحليل والتصميم الوظيف او من طيب مواصفات وخصائص شغل الوظيفة برضو انا حددتها في طب بالنسبة للاعداد هاخد كم واحد او محتاج اه عدد كان. لان في الاعلان مطلوب ان انا هقول مطلوب عدد كام موظف. العدد اللي انا عايزه. طبعا بيتقدم اكتر من العدد ده بكتير. ما ليش دعوة بس انا هختار بقى كل ما يتقدم هيبقى عندي كل ما يكون عندي عدد اكبر هيبقى عندي فرصة اكبر ان انا اختار ونقي زي ما احنا بنقول ما بين الاعداد المتقدمة دي وابدأ افرزهم وفقا ليه المواصفات اللي انا حددتها. طب العدد المتحدة انا اجيبته من تخطيط الموارد البشرية. يبقى ازا اه وظيفة الاستقطاب بتتكامل مع اه وظائف الموارد البشرية اللي احنا اتكلمنا عنها في محاضرات اه سابقة. الاعلانات هنا ممكن تتم با اكتر من طريقة. الاعلان ممكن يكون في التلفزيون. ممكن يكون في مجلات. ممكن يكون في صحف او من خلال اعلانات على الانترنت. وممكن اه زي ما احنا بنقول كده ان احنا نعمل استقطاب الالكتروني. قد يكون الاستقطاب ده اه عملية عادية. اه بموظفين وهيكل ونعمل انتروفيوهات وكل ده. ممكن نعمل عملية الاستقطاب من خلال الاستقطاب الالكتروني او من خلال الانترنت. ودي هنتكلم عليها بعد شوية. نقطة برضو اخرى ان قد يرى مدير الموارد البشرية ان انا عندي اعباء كتير ومش فاضي ان انا اه اقوم بفكرة اه او اعملية الاستقطاب بشكل عام فباوكل العملية دي الوكالات وهيئات متخصصة هي كل شغلها هي اه عملية الاستقطاب والتعيين واختيار الناس. ففيه وكالات متخصصة اه بتكون في اه من ابرز المهام بتاعتها ان هي توفر لي العدد ده طبعا بيكون بمقابل اه يعني بمقابل مادي انا اديها المهام دي وبقول لها انا عايز اه ناس بمواصفات معينة وعدد معين وبخبرات ومؤهلات معينة لوزايف متاحة او لوزايف شغيرة عندي في المنظمة بتبدأ الوكالات دي تنوب عنك او عن المنظمة في اختيار الناس بالمؤهلات اه المطلوبة الوكالات دي قد تكون طبعا تختلف حسب طبيعة النشاط وحسب الهدف منها قد تكون وكالات عامة او وكالات خاصة او حكومية وممكن تكون بعض شركات الاستشارات الادارية وطبعا ده اه لو انا يعني في منظمة حكومية فانا هلجأ لوكالات او موظمات حكومية معروفة او بتدعمها السياسات المتبعة في المنظمة او لو انا في القطاع الخاص فانا هلجأ لوزايف او وكالات او توظيف معينة المهم ان انا بحدد الجهة اللي انا هتعامل معها واللي هتبدأ تحدد للعدد والمهارات والخبرات المناسبة اللي انا طالبها او المفروض ان هي تتوفر فيه شاغل الوظيفة اللي انا بدور عليه. ايضا ضمن المصادر طبعا المدارس والكليات والجامعات او خرجي الجامعات بشكل عام او المنظمات التعليمية. ودول بيبقى يتوفر فيهم المؤهلات والخصائص المطلوبة. ايضا في ما في ما يسمى او ما يعرف لمعارض التوظيف احيانا من فترة للتانية بنعمل زي اه تجمعات كده للتوظيف وبنبدأ نقول نجمع الشركات او الناس اللي هي رغبة في اه او بتطلب اه ناس او عندها وظائف شغيرة او محتاجة لمتخصصين او مهارات معينة. وبيبدأ نطلب من الناس تعالوا ده في معرض للتوظيف قدم مهاراتك او قدم بتاعك او قدم خبراتك. اه احيانا المنظمة تجد في دول اه ضلاتها زي ما بنقوله او بتلاقي المهارات المتخصصة او الخبرات اللي هي بتدور عليها بتبدأ اه تتواصل مع الناس وتبدأ تجيب اه الاشخاص دول. ايضا من ضمن المصادر اللي ممكن ادور فيها المنظمات المهنية. المنظمات المهنية زي بعض النقابات العمالية اه دي طبعا بيكون متخصصة او بتوفر اه مهارات معينة في مهن معينة مثلا اه ودول بيبدأ ان انا ادور اه او عندهم قوائم كده الوظائف او قوائم بالناس المتخصصين في مجالات معينة دول اقدر ادور فيهم واخد اه الناس اللي انا اه بطلبهم لشكل وظائف محدد. اه ايضا من ضمن المصادر ان قد يتقدم بعض الناس انا مش متوقع ان هما اه او مش مخطط ان هما يجوا دول ممكن اه الناس بتقدم اه طلبات بتبدأ اه توفر بتاعها او بتبدأ تبعاته على بريد الكتروني او من خلال اه تطبيق معين المحمول او الموبايل ودي بتبدأ اه نبدأ نتواصل معاهم نبدأ نشوفه نحدد لهم معايد للانتروفيو نبدأ نخش فيه اجراءات بقى التعيين واختبارهم وما الى زي نقطة مهمة جدا وهي الاستقطاب الالكتروني او الاستقطاب عبر الانترنت وده الوسائل اللي السا يلينا عليها من شوية باعتمد على مجموعة من الوسائل من خلال الشبكة العنكبوتية او الانترنت اقدر اعتمد على البريد الالكتروني او من خلال موقع ويب على الانترنت او من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ايا كان اه ابدأ بقى امشر الاعلان بتاعي او الاعلان المطلوب او العدد المطلوب بالمواصفات وما الى زلك وابدأ اه اتواصل مع الناس وابدأ يقدموا او يرفعوا المستندات بتاعتهم على الموقع ده واحيانا بيبقى للمنظمة موقعها تطلب منهم ان هما يتواصلوا معها عبر موقع الشركة اتواصمة دي وممكن يكون ده من موقع خارجي زي ما بنقول او وكالة خارجية او وكالات متخصصة في عملية الاستقطاب. جزء مهم جدا اه ان ادور دايما على المصادر المناسبة او اقيم جودة مصدر الاستقطاب اللي انا هجيب منه الناس. وده جزء مهم جدا. مصادر الاستقطاب هنا اه الهدف ان انا احدد افضل مصدر اجيب منه ناس. من ضمن المصادر اللي احنا قلناها قبل كده مصادر متعددة كتير جدا. طب هل انا اعتمد على مصدر واحد منهم او اكتر? ولا هعمل مزيج ما بينهم? ولا شوف انهم مصدر افضل بالنسبة لي? بس ده بيتوقف على عدة اعتبارات. اه يهميني قوي ان انا اوفر اه مصدر مناسب في ضوء زي ما مقول كده حاجة بنسميها النسبة العائد او النسبة المقاوية للناس اللي تقدموا وانتقلوا بنجاح من مرحلة او من مرحلة واحدة في عملية الاستكتاب والاختبار للمرحلة التالية. يعني دايما في مصادر بتوفر لي ناس. ممكن اعمل لهم كده اول مرحلة من المراحل اللي عملت انترفيوه او مجرد ما قدم او مؤهلاته او الخبراته وما يتعلق بذلك. فلاقي ان في مصادر معينة كده بتوفر لي ناس بمهارات هم دول انا عايزوا. في الحالة دي انا ببدأ اقول ان المصدر ده هو افضل مصدر رجيب منه لان او لقيت فيه ان نسبة المتقدمين هي نسبة اعلى وبيتوفر فيها بنسبة كبيرة جدا المواصفات والعدد اللي انا طلب. في الحالة دي قدر اقول ان ده افضل مصدر. يعني انا بنسبة العائد دي الناس اللي تقدموا عدد الناس اللي تقدموا على المراحل اللي تم اختيارهم فيها. وبالتالي هنا لكل ما باخد ناس توفر فيهم مواصفات وخصائص معينة اه او الخصائص اللي انا طالبها من مصدر معين ده بيديني افضلية للمصدر ده. قدر اقول ان المصدر ده هو افضل مصدر توفر منه اه ناس. طيب بيكمل ده ايه? بيكمل ده نقطة مهمة جدا هو عنصر التكلفة. طيب التكلفة هنا تكلفة الاستقطاب مهمة جدا قد يكون فيه مصدر ومتوفر فيه الناس او الشغالي الوظائف دول بس التكاليف عملية الاستقطاب هنا مرتفعة لكل موظف فبالتالي لأ انا هبدأ افضل ما بين العائد والتكلفة. فانخفاض التكلفة بيعني ان المصدر ده او الطريقة اللي انا هتبعها دي بتوفر لي اه تكاليف وده ممكن يكون افضل بس ما يجيش على حساب المواصفات المهارات والخبرات اللي مطلوبة لشغل الوظيفة. مش عشان يبقى التكلفة اقل اضحي بحاجة. لأ. وهنا بنعمل توازن ما بين الاتنين. المواصفات والخبرات وان التكلفة تكون معقولة او مناسبة. فبالتالي كل ما قال التكلفة كل ما قول ان المصدر ده يعني يجي في الاولويات بتاعتي اه قبل مصادر اخرى مرتفعة التكلفة. النقطة التالتة زي ما قلنا من مجالات الاستقطاب او المؤثرة في عملية الاستقطاب هي سمات وسلوكيات المستقطب. سواء كان القائم على عملية الاستقطاب دي. اه مدير الموارد البشرية او اه اشخاص اخرى داخل المنظمة موكل اليهم المهمة دي او اه وكالات توظيف خارجية. طب ايه اللي بيحدد لي او ايه اللي بيأثر في عملية الاستقطاب? رقم واحد خصائص المستقطب نفسه او الناس اللي هم بيشرفوا او بيشغلوا الوظيفة دي او قائمين عليها. الناس اللي بيختاروا او قائمين بعملية الاستقطاب. او قائمين بعملية جذب الموارد البشرية المناسبة. تاني حاجة سلوك المستقطب نفسه. اه لازم تكون سلوكيات المستقطبين دول بتركز على جذب المرشحين المؤهلين المناسبين. اه وليس اي اعتبارات اخرى. ما بيدخلش فيها بقى اعتبارات شخصية. ما بيدخلش فيها ان انا بعظم اوي مبالغ في اه جاذبية الوظيفة عشان اجيب الراجل ده اقول له ده الوظيفة بتاعتنا فيش احسن منها. لا اذا انا كزا. لا انا بقول له بالضبط انت مطلوب منك ايه. اه اه ايه المتطلبات اللي متوفرة او مواصفات شكل الوظيفة وابدأ اه اختار او اعمل ده. واللي بيوفر لي ده الحقيقة هو اه تخطيط الموارد البشرية وتحليل وتصميم العمل واعداد الوصف الوظيفي او بطاقة الوصف الوظيفي. ايضا جزء مهم جدا هو تأثير المستقطب على عملية الاختيار او الاستقطاب. وهنا اه ده بيتعلق بردود افعال الناس القائمة على الاستقطاب وسلوكياتهم في عملية الاستقطاب وانهم ممكن اه يكونوا جاذبين للناس وممكن يكونوا طاردين للناس. سمات وسلوكيات المستقطب هنا اه هي متعلقة بصفات وخصائص وسلوكيات الشخص اللي هو القائم اه على عملية الاستقطاب والطريقة اللي بيتصرف بها مع المتقدمين لشغل الوظائف. زي ما قلنا قبل كده الخصائص دي بيتأثر في عملية الاستقطاب. الخصائص المستقطب لازم اه مش اي حد نقدر نحطه ونقوله انت مسؤول عن عملية الاستقطاب. لازم يكون متخصص وعلى دراية جيدة بمواصفات واعباء ومهام الوظيفة اللي هو بنحاول نشغلها او الوظيفة الشغيرة اللي بنحاول نجيب ناس يشغلوا هذه الوظائف. سلوك المستقطب. اه السلوك ده انت مهم جدا ان سلوكياتك في التعامل مع الناس تكون سلوكيات مقبولة من الناس ولا تؤثر بشكل سلبي على اه المنظمة او على الناس المتقدمين لشغل الوظائف. اه احنا بنوفر لهم او بناخد بنحاول ناخد او نعمل ما بين اه افضل المتقدمين من حيث الخصائص والمواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة ولا تدخل فيها اي انتبعات اه شخصية او اه اي اعتبارات اخرى. تأثير المستقطب هنا مهم جدا على عملية الاستقطاب. اه التأثير ده اه اه بيكون واضح قوي في اه اه لو فيه تحيص ضد حد معين في عملية الاستقطاب وممكن يكون التأثير ده ايجابي او سلبي. المستقطبين هنا اه يجب على طول ان هو يكون اه بيوفر لي اه 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 او معيار محدد مفيش تحيص الفئة معينة. ايضا سلوكياته اه تولد انطباعات من المفضل ان هي تولد انطباعات ايجابية على المنظمة ولا تولد انطباعات سلبية على المنظمة لان هما في بعض الاحيان ممكن يكون طارد للمنظمة حتى في طريقة او طارد للمتقدمين لشغل الوظيفة في طريقة تعامله معهم بشكل اه سيء او بسلوكيات سيئة او التعامل بتعالي او التعامل بشكل ما وبالتالي ده بيشكل طارد وليس جذب للشاغلين للوظيفة حتى لو هم متوفر فيهم متطلبات وخصائص الوظيفة وبالتالي انا لقيت ان سلوك المستقطب بيتعامل معي بالشكل ده او بشكل موسيق فانا طبعا هكون مش محفز ان انا اتقدم للشغل الوظيفة دي حتى اه لو انا لقي ان الوظيفة جاذبة وكل حاجة لكن السلوكيات اللي بتعاملوا معي بها غير لائقة يعني في النهاية اه عملية الاستقطاب عملية مهمة جدا لان هي اه وظيفة اه بتحدد لي الاشخاص او بتعمل على جذب الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف جوه المنظمة زي ما قلنا كده هي بتتكامل مع اه باقي الوظائف او الممارسات المتعلقة بادارة الموارد البشرية اه بتتكامل مع وظائف زي اه تحليل وتصميم الوظائف واللي ببدأ اه اخد منها المواصفات والمتطلبات الوظيفية المختلفة او متطلبات شغل الوظيفة وخصائص شغل الوظيفة نفسه وده بيكون باين قوي ان انا ممكن اه لو انا جبت او عندي المستقطبين دول او القائمين بعملية الاستقطاب لازم يكون عندهم اجندة يختاروا عليها الاجندة دي هي بطاقة الوصف الوظيفة او اللي احنا بنقول دي المعايير اللي انا هختار عليها آآ زائد كمان ان انا الاستقطاب بيتكامل بشكل كبير مع تخطيط الموارد البشرية تخطيط الموارد البشرية نبدأ نشوف المعروض والمتاح سواء جوه المنظمة وخارج المنظمة والاعداد اللي احنا محتاجينها والاعداد المتوفرة فده كله بيوفر او بيقلل من الجهود المبزولة في عملية الاستقطاب ويخليها تمشي بشكل آآ اكثر ايجابية ويحقق لي اهداف ادارة الموارد البشرية. آآ الاستقطاب آآ وفقا للمعايير دي آآ جزء مهم جدا ان انا آآ دور فيه خصائص وسلوكيات الناس القائمة على الاستقطاب وان دايما نسيب انطباعات ايجابية عن المنظمة. في النهاية آآ بشكر آآ بشكركم جدا. وبتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله واي استفسارات آآ تحتهم. شكرا. شكرا.